الأهلي لما بيطلع مثلاً يشارك في بطولات برة سيبك من الألقاب وسيبك من الفوز والخسارة لكن الأهلي لما بيطلع يلعب مع كبار العالم لما تبص مثلاً الفرقة دي عشان برضو ما تقوليش تاريخ طويل وترجعني 20 و 30 سنة وراء الفرقة دي اللي هي بطلة أفريقيا بالمناسبة حامل اللقب يعني والفرقة دي اللي حققت تلات ألقاب دوري أبطاله بإذن الله في طريقها للرابع والفرقة دي اللي جابت ميداليتين برونزيتين في كاس العالم الفرقة دي لما بتلعب مع كبار العالم مع الفارق الكبيرة جداً في الإمكانيات لما بتكسب فريق زي بالمرس بطل كوبة ليبرتادورس لما بتكسب فريق زي مونتري المكسيكي أو أوراواردز الياباني بطل أسيا أو الاتحاد السعودي أو الهلال السعودي هو ما فيش فارق في الإمكانيات هو من حيث المنافسة وقوط المنافسة والإمكانيات المادية أو البنية التحتية مش كل الدول دي اللي بكلمك على اليابان وبكلمك على السعودية وبكلمك على المكسيك وبكلمك على الولايات المتحدة الأمريكية وبكلمك على البرازيل الدول دي كلها من حيث الإمكانيات مش خلينا نبقى موضوعيين ومنطقين مش أحسن مش أفضل لكن الأهلي قادر بمنظومة وبفكر وبأسلوب في الإدارة يقدر ينجح ويقدر يعمل ده طب التجربة دي ليه ما بنقدرش نستنسخها في كل الرياضات تجربة مثلا مصر في الهاندبول ليه ما بنكررهاش في البسكت وليه ما بنكررهاش في الهاندبول في الفوليبول وليه ما بنكررهاش في كورة القدم ليه وليه وليه الأسئلة كتير جدا بس إحنا شغلين نفسنا أنا آسف يعني بنقصين بالتفهات بتخليص الحسابات بتصفية الحسابات وإن إحنا نكسر في أي حاجة نكحة هو ده محصلة الصوت العالي اللي طالعهم سيطر ساهمت في ده أو ساهم في ده جزء بشكل كبير جدا جزء يتحملوا إدارات المتعاقبة على إدارة ملف الكرة في مصر يتحملوا في أوقات كتيرة جدا إدارات أندية شعبية وجماهيرية يتحملوا استثمار رياضي ما قدرش يتطبق بالشكل اللي يحقق له هو قبل ما يحقق لأي حد تاني مردود معاين من نجاح ساهمت فيه أو جزء منه بعض المسؤولين عن الإعلام الرياضي واللي أكيد واللي زاد الطيم بالله الحقيقة كمان السوشيال بيديو يلا معلش هي جرعة السابت بتبقى صعبة شوية